كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة اقتراف حلول عيد الأطحى المبارك وفي برقياته عهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي على مواصلة بدل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة ذلك لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة بهدف تحقيق تطلعات المواطنين وحتى ينعم الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار هذا وهنأ رئيس الوزراء فاضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف بمناسبة حلول عيد الأطحى داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضلته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصب إليه من تقدم ورفع وزهار